نتحدث عن موضوع اللذبات اللذبات برامج بسطة جدا سهلة جدا تتكذب على اي ملف تاكست ودي اشوات اوامر يعملها اللذبات لو انت بسطت اللذبات هتجد ان هو كله اصلا نذبات يعني ها فيه لذبه اصلا للاين في لذب البول لاين في لذب الستيركل يعني مثلا لاين ببول مثلا لما رجل يدوس على كلمة لاين خليه حدد لك اول نقطة وبعدها حدد لك نقطة ورسم بينهم خط دي فكرة اللذبات ان انا بدي له بعض الاوامر غالبا بالاختار اوامر موجودة فعلا في الاوتوكاد او صعب بالاختار ندل له ثلاثة اربع اوامر موجودة في الاوتوكاد يروح اعمالها يعني ممكن اقول له مثلا دعنا نشوف اللذب السهل ده وطلنا عملته ده لذب اسمه EN بيغير نوع البايند وبعد كده بيعمل اوديد وبعد كده بيعمل بايند وبعد كده بيعمل بيرج تعني نشوف اللذب ده ازاي هعمله اولا هنسخ الكلام ده كله كوبي سعب بلاقيه في بعض المنتجات الحاجات الموجودة هيت تمام وباجي هنا اعمل ملف نصي ملف تاكست اقول له هنا نيو اختار ملف تاكست عادي اللي هو تاكست دوكمنت بس هخلي اللذب بتاعه يعني هسميه EN اللذب بتاعه وضل ما هيبقى تاكست هيبقى .lsb تمام افتح الملف دوت هحط الكلام ده كله جوه تمام اول ما ببص كده يعني ايه ديفاين يعني بعرف الدلة يعني بقوله اللي جاي ده اسم الامر اللي اول ما يكتب تنفذ كل الامر اللي تحته ديت تمام يعني هو EN يعني لو عايز ننفذ الامر دوت هامل حاجتين اول حاجة هيحمل اللذب ده جوه تاني حاجة هيبقى يكتب كلمة EN يعني انا فتحت اللذب ومش عارف اكتب ايه عشان الامر يتنفذ بدور على دل اسمه ديفاين سي نوتسين اللي بعد ديفاين سي نوتسين هو ده اسم اللذب 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 اكتبه عشان نشتغل تمام بقى كبى بيبدأ كل الامر اللي انا عايزه ايه بقى اللذب ده بيعمل ايه اول حاجة في كزا نوع من النوع البايند فانا بقول له خلي البايند طيب هو نوع واحد النوع الرقم واحد وباكتبه بقول له command audit تمام الوقت انا ركتب كلمة audit بيسألني هصلح اي حاجة yes ولا no فبدل من انا يسألني السؤال دوت لا انا عايز هو اوتوماتيك يسترف فبقول له خد yes command xref لو انا قلت له xref هيقول لي عايز تعمل ايه هقول له عايز بعمل بايند وبعدك هقول له بايند كل حاجة فبدل ما انا اكتب بالاوامر دي لا هو اوتوماتيك هياخد الامر ويشوف الاختيارات وعمل لو انا قلت له برج امر برج بعمل شرطة وبرش اللي شرطة شرطة ده عشان نجيب لي الاوامر بالطريقة بشكل نصي بدل لو كتبت امر برج بالطريقة العادية سيبدأ يدخل في الشاشة دي لا انا عايز اشوف الاوامر اللي هي بتتعمل كأنها دوس مثلا او انها بكتب انا الحاجة تمام فاقول له شرطة برج وابدأ اختار من هنا وابدأ اختار من هنا تمام فانا هقول له على طول بدل ما تجيب لي الشاشة دي وانا اختار لا هي اوتوماتيك انت اختار برج اول سيبدأ امر اسم command layer color 7 CW يعني ايه دوت بقول له شغل امر layer تمام لو انا شغلت امر layer حتى اختار انت عايز تغير سمكي الخطوط ولا تغير اللون اختار اختار فانا بقول له color غير اللون 7 لان layer اللي هتلاقي اسمها CW الله اللي اخبر هل اختار اخبره لغير اللون 7 ليس بأشرة طب لو انا عندي اسم تاني هشرح مع اسم الانه هقول له مثلا دي layer وانتعايز لونها اكام تكتب اللون اللي انتعايزه هنا وممكن تكتب بلو ويالو زي ما بيحصل في الوتوكاد يعني انا وجدت هنا في الوتوكاد ويقوله زي layer هايولي انتعايز تعمل ايه هقوله انا عايز اغير في color بيقوله اللون الجديد كام هقوله مثلا 6 اكتب لي بقى اسم layer تمام اقوله مثلا خلي الليار هي 0 تمام فكده غير لي اوه زي ما شفت الليار زيرو غير لونها 6 وممكن اكتب له مجانة على طول فده فكرة الاثبات بدل ما اقعد اكتب الامر دي كلها في كل اللوح مدام الامر بيكرر خلاص بيكتبه هنا بعدك اقوله طبعا انا عايز لكاس الليار هروح اخذ كده كوبي وروح عديس انتر 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 وروح مكررهم وغير الكلمة دي هنا يعني مثلا اخل ده ده ليار جديده اروح اعمل هكده اكتب اسمي الليارات اللي عندي ممكن تكتب بيت ليار يعني انت مثلا كل مرة تدخل بتروح متضبط الوان كتيرة معينة طيب لو انا عايز اضبط كل الليارات اللي اولها A R يبقى هكتب كده A R وروح دايس A نجمة يبقى كده كل الليارات اللي اولها A R هتخلي اللون بتاعها بسبعة تمام؟ ده يوفر عنا وقت كتير جدا بعد كده لير اوف الليار Z خليها اوف الليار دي انا بيحتاجها دلوقتي بيحب اخليها اوف تمام؟ بعد كده تايل مود zero يعني بدل من انتشغل على الموديل خليك شغل على layout تمام؟ وبعد كده اقول له اعمل زوم اكستنت وبعد كده اعمل زوم وبعد كده اعمل كيو سيف وبعد كده اعمل كروس دي فكرة الليسم زي ما شفت الامر سهلة وبسيطة تمام؟ هقول له ايه سيف عندي طريقتين بعشان اشغل الليسم ده اول حاجة ان انا هاجي هنا اقول له اسحب وحط في الاوتوكاد كده لو انا كده بيسألني سؤال هل انت عايز تعمل لوت تحمل الملف ده جوه اتحمل ملف الاوتو لزب جوه ملف الاوتوكاد هقول له لوت الحاجة التانية هقول له ايه بي بي لوت واحدة من الاثنين يعني لو اما تكتب ايه بي بي لوت واجه هنا اروح مختار اللزب ادور عليه هون وروح مدور على اللزب هوت اقول له ايه لوت يبقى انا كده حملت لاحظ انه هو بيحمل حاجة كتيرة ار اكس سي ار اكس كل مرة يحمل اللاسبي ده جواه تعام فرهم اختار اللاسبي اللي هو اسمه ايه خلاص ده كده بقى امر كده تكتب امر line automatic اول ما تكتب الامر هتنفس يبقى انا ممكن احمله هنا باقي ده تحمله على طول او احمله عادي من هنا او drag and drop